الغائب بالنسبة لمن توفى في ظل هذه الظروف صلاة الغائب محل خلاف بين أهل العلم قول الراجح ومختاره ابن تيمية ومقيم رحمه الله تعالى من أنها تصلى على من مات ولم يصلى عليه أحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى على النجاش لكونه أسلم وأخفى إسلامه ومات ولم يصلى عليه أحد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الغائب ولذلك لم يصلي الصحابة الذين كانوا خارج المدينة على أبي بكر الصديق أو على عمر بن خطاب أو على عثمان بن عفان ممن كانوا خارج المدينة وإنما صلى عليهم الصحابة الذين في المدينة فقط لكن مع ذلك في الظروف الحالية الظروف الحالية يعني ظروف استثنائية تحتاج إلى اجتهاد خاص من فقهاء العصر فأفتى بعض من أفتى من العلماء المعاصرين بجواز الصلاة على الغائب لمن لم يتيسر له الذهاب للمقبرة والصلاة على الغائب خاصة إذا كان هذا الميت قريبا له أو له عليه حق وممن أفتى بهذا سمحت شيخ نابل عزيزي الشيخ مفتعام المملكة العربية السعودية فهذا اجتهاد يمكن أن يعمل به ترجمة نانسي قنقر